حرفيا انت في دقايق هتقدر تكتب مقالة بطابع بشري باستخدام الزكاية الاصطناعي صديقة لمحركات البحث لو عندك موقع او مدونة وبتنزل عليها مقالات او بتفكر ان انت تعمل موقع سدقني الفيديو ده مهم جدا بالنسبة لك لانها عرفك فيه على موقع او اداة بتكتب لك 100 مقال في دقايق بدغط الزرار واحدة عن طريق الزكاية الاصطناعي والغريب في الموضوع انك هتشوف المقال بنفسك هتستغرب لان هتحس ان انسان هو اللي كتبه ودي اهم ميزة موجودة في الموقع اللي معانا النهاردة اتفاق الطابع الانساني على النص وهتشوف انت الكلام ده كله بنفسك دلوقتي ده غير ان جودة المقال نفسه وانه مقال حصري ماتوب بطريقة احترافية ومتوافق مع معايير وشروط جوجل ادسنس الجديدة عشان يظهر ويتصدر محركات البحث وكمان المقالات بيكون فيها استشهادات وفيديوهات ومصادر من الويب يعني باختصار الاداة دي سحر لسنوع المحتوى وخاصة المدونين زي ما قلتلك وتقدر كمان تربط الاداة بالورد بريس مباشرة عن طريق اضافات في الورد بريس عشان تنشر المقالات من خلالها بشكل تلقائي على موقعك وعشان ما نضيعش وقت كتير تعالوا نشوف مع بعض الموقع اللي معانا النهاردة وانا هتكون سيبلك رابط الموقع موجود في وصف الفيديو اول ما هتدخل عليه هيفتح معاك الصفحة زي ما انت شايف كده اللي قدامك دي اول حاجة هتيجي هنا تضعط عليك get started ان انت دلوقتي تبدأ تعمل حساب جديد على الموقع هنا هيفتح معاك كده الصفحة دي هنا تبدأ ان انت تكتب الاسم بتاعك وهنا بتحط الايميل والباسورد وتضغط علي كلمة sign up او ان انت بتضغط هنا كده على طول على الكلمة دي وبيسجل على طول عن طريق طبعا الجيميل بتاعك او حساب جوجل طيب بعد ما بتفتح الحساب بتاعك بيظهر معاك كده بالشكل ده دي بتاعتك هنا على الاداة او على الموقع هنبدأ نتعرف على الخدمات اللي بتقدمها دلوقتي عندك هنا click block post دي اول خدمة بيقدمها لك الموقع او الاداة دي او عندك هنا bulk article generation هنبدأ نتعرف عليهم دلوقتي طبعا هنا ان انت تقدر تكتب مئة مقال زي ما قلتلك من شوية بدغط الزرار واحدة هنا كده لو عايز دلوقتي تكتب مقال هنشوف مع بعض ان ان انت بتقدر تكتب مقال عن طريق الزكاية الاصطناعي بخطوات بسيطة جدا هتضغط هنا كده هيفتح كده معك الصفحة دي وهنا بيجيب لك ان انت تكتب له الكلمة الرئيسية بس للمقالة اللي انت عايز تكتبها هنبدأ نكتب له الكلمة الرئيسية هنا بس اول حاجة هنختارها اللغة من هنا عندك الموقع بيدعم لغات كتير جدا على حسب طبعا الموقع بتاعك انت عامله بأني لغة فانا هختار كده اللغة العربية بعد كده هنا هبدأ اكتب له الكلمة الرئيسية للعنوان طبعا اللي انا عايزه او للمقال اللي انا عايزه هكتب كده انا مقال عن افضل طرق التسويق الالكتروني. افضل طرق التسويق الالكتروني. تمام كده بالشكل ده. كتبتله هنا الكلمة الرئيسية. بعد كده هضع دلوقتي على جيني ريت طايتل. هيبدأ دلوقتي يطلع لي العنوان بتاع المقال. هنشوف مع بعض كده دلوقتي. زي ما انته شايف. اصرار التسويق الالكتروني الفعال. لو معجبنش العنوان ده. وعايزوا يكترح لي عنوان تاني. بتبدأ برضو تدغط هنا على بيبدأ ان هو يكترح لك عنوان تاني زي ما هنشوف كده مع بعض دلوقتي زي ما انت شايف افضل طرق التسويل الالفتروني للنجاح. تمام العنوان ده بالنسبة لي كويس جدا. هبدأ انزل تحت تبدأ تكمل دلوقتي باقي الخطوات. هنا طبعا خلاص خلصنا اللغة. بتحدد اللغة اول حاجة. بعد كده هتلاقي عندك هنا نوع المقال. بنبدأ ان نحدد نوع المقال بتاعنا هنا. عندك اول حاجة. اللي هي مثلا كيفية عمل طريقة معينة او طرق معينة زي نوع كده المقال اللي انا كتبه دلوقتي. او عندك هنا مسلا مراجعة منتج معين. او عندك مقال اغباري. بتختار اللي انت عايزه طبعا على حسب الحاجة اللي انت بتكتبها. فانا هختار كده بعد كده هنا حجم المقال بيقول لك. بنبدأ ان نحدد من هنا حجم المقال. لو مسلا اخترت بيقول لك ان الكلمات بتاعته عددها هيكون من ستمية لالف ومتين. بعد كده لو اخترت عدد الكلمات هيكون من الف ومتين لالفين وربعمائة كلمة. بعد كده عندك هيكون من الفين وربعمائة كلمة لتلات تلاف وستمية كلمة. بعد كده عندك هيكون من تلات تلاف وستمية كلمة لخمس تلاف ومتين كلمة. فانا هختار ده حجم كويس للمقال وعدد كلمات كويسة جدا. بعد كده هتنزل تحت هنا عندك هنفتحها عندك طريقة كتابة المقال هنا عايزها تكون بشكل بشكل احترافي او معلوماتي او هكذا زي ما انت شايف تحت. فانا هختار هنا معلوماتي او بتختار دول كويسين جدا. انا هختار معلوماتي دي بفضلها. بعد كده النموذج بتاع الزكاة الاصطناعي اللي هيكتب المقال بتاعك. بتختار طبعا من هنا عندك او عندك مسلا بعد كده عندك تحت بتختار طبعا اللي انت عايزه من هنا وانا بفضل هختاره كده من هنا. بعد كده عندي هنا ابدأ افتحها كده واشوف عندك هنا وجهة النظر اللي بيكتب بها المقال. طريقة كتابة المقال. عايزها اللي هي بتكون بسيغة الشخص نفسه كاتب المقال او بس هنا بسيغة الجامعة اي حاجة بنقول نحن. بعد كده عندك من وجهة نظر قارئ المقال او انا بفضل من وجهة نظر قارئ المقال او بس بسيغة الجامعة. فانا اخليها هنا من وجهة نظر قارئ المقال. بعد كده عندك هنا نوعية الناس اللي هتقرأ المقال. المقال عايزه يكون سهل لاطفال يقرؤه او مسلا يكون متوسط او مسلا لاشخاص جمعيين. فانا عايزه في المتوسط اللي هو يكون هنا الجيل التامن والتاسع اللي هو بيرشحولي الموقع نفسه او الاداة. فاختاره كده من هنا ده اللي هو بيرشحولي او المقترح لي. اللي هو افضل حاجة. بعد كده عندك التارجت هنا بتاع الدولة انت بتستهدف دولة معينة. لو عايز تختار مسلا دولة معينة انت بتستهدفها السعودية اي دولة انت بتستهدفها بتختارها من هنا. او مسلا لو انت عايز المقال يكون لكل الدول. هضغط على كلمة من هنا كده. انا ما بستهدفش دولة معينة في المقال بتاعي. عايزه كل الناس تشوفه كل الدول. بعد كده هننزل مع بعض عندك ودي مهمة جدا. بتبدأ ان انت تحددها كده من هنا وتضغط دلوقتي على كلمة لو لو انت في كلمة عندك مشهورة بتقولها لمتابعينك او للجمهور بتاعك او لو مثلا عندك جملة مشهورة دايما بتكتبها في مقالاتك وعايز تضمنها من ضمن المقال اللي موجود هنا اللي هيكتبه الزكاة الاصطناعي بتكتبها برضو هنا في المكان ده وبرضو بعد ما نخلص هوريك حاجة مهمة جدا بمناسبة بعد شوية كده هنقولها مع بعض ونشرحها بعد كده عندك هنا كده في المكان ده لو عايز حط رابط للسوشيل ميديا او مثلا رابط قناة اليوتيوب بتاعتك بتبدأ ان انت تكتب رابط قناة اليوتيوب وتحط الرابط بتاعك في المكان ده طيب بعد كده هننزل مع بعض هنا بيقول لك لو انت عايز صور في المقال بتاعك طبعا هقول له كده ياس من هنا انا عايز صور في المقال بتاعي هنا عدد الصور اللي عايزة تكون موجودة في المقال بتبدأ تحدد الصور مثلا هاختار اه تلاتة او اربعة ما تزودش عن اربعة. هختار انا تلاتة. بعد كده عندك نوع الصور اللي هكون موجودة في المقال. عايزها فوتو عايزها كارتون. عايزها انواع تانية كتير. سينماتيك في انواع كتير للصور. انا هختارها هنا فوتو اول حاجة. بعد كده حجم الصور اللي موجودة في المقال. هنسبها زي ما هي ستاشر تسعة. ده حجم كويس جدا. بعد كده هنا عندك بتعلم على الاختيار ده. اعلم عليه عشان بيساعد هنا محركات البحث انهم يتعرفوا على الصور بتاعتك. وبيساعد كمان الصور اللي هكون موجودة جوه المقال انها تظهر في محركات البحث عن طريق الالت تيكست. بعد كده عندك الفيديوهات لو انت عايز تظهر الفيديوهات فهقول له يس. بعد كده عدد الفيديوهات اللي عايزها في المقال مسلا هاختار اتنين ما تزودش عن كده او فيديو واحد. بعد كده عندك هنا عايز الفيديوهات تظهر الاول او الصور زي ما انت عايز صبعا هنا عندك الصور تظهر الاول. بعد كده الفيديوهات او هنا الفيديوهات الاول بعد كده السور فهنختار كده السور تظهر الاول بعد كده الفيديوهات دي كويسة جدا بعد كده عندك هنا اللي هي الكلمات المفتاحية ودي مهمة جدا بيضم لك برضو في المقال هنا كلمات مفتاحية ليها علاقة بالمحتوى بتاع المقال اللي انت بتتكلم عنه هو دلوقتي اللي هيكتب لك الكلمات المفتاحية كلها بتضغط على الكلمة دي وهيبدأ دلوقتي يكتب لك الكلمات المفتاحية في المكان ده زي ما انت شايف تحسين تصنيف محركات البحث هنا التسويل الالكتروني الناجح استراتيجيات التسويل الالكتروني وهكذا زي ما انت شايف. طبعا عايز تضيف حاجة بشكل يدوي بتقدر ان انت تضيفها في المكان ده. عايز تزود كلمات مفتاحية بتضعط هنا تاني عشان تزود كلمات مفتاحية على الكلمات اللي هو ضيف هالك دي هنشوف مع بعض دي دلوقتي هيزود كلمات مفتاحية تانية. زي ما انت شايفين كده تزود معي كلمات مفتاحية تانية. طيب كل حاجة بتقدر ان انت تتحكم فيها بيدك زي ما انت شايف. بعدك هتنزل تحت هنا. تشوف هنا انت عايز الهوك بتاع المقال اللي هي البداية بتاعة المقال او مقدمة المقال عايزها في شكل سؤال او عايزها في شكل احصائيات او حقائق او في شكل مسلا شخصي. على حسب ما انت عايز سبعا بتبدأ ان انت تحدد له من هنا بس افضل حاجة انا بفضلها. في شكل سؤال. مقدمة تكون في شكل سؤال. فهختار كده من هنا. هيبدأ ان هو خلاص ادى امر للزكاة الاصطناعي ان هو هيكون في شكل سؤال. مش دي مقدمة بتاعتك. لا ده الامر اللي هياخده الزكاة الاصطناعي انه يكتب لك المقدمة في شكل سؤال. بعد كده عندك هنا بيقول لك المقال عايزه يكون فيه نتايج. طبعا هقول له يس يكون فيه نتايج. عايزه يكون فيه هنا او يكون فيه جداول. هقول له برضو عايز يكون فيه اه جداول. بعد كده عايز يكون المقال فيه عنوين. هقول له يس تمام. بعد كده عايز يكون في المقال كوائم او لست. فطبعا برضو هنا هقول له ييس. بعد كده هنا عايز الكلام في المقال يكون ميل. فانا هنا لا مش عايزه يكون ميل. هختارها نو. بعد كده عندك الخط يكون بولد. الخط يكون ظاهر عريض. تمام عايزه يكون ظاهر. بعد كده عندك يكون هنا في اسئلة واجوبة اسناء كتابة المقال في المقال بتاعك. هقول له هنا ييس او نو على حسب ما انت عايز. طبعا انا في مقالات بفضل فيها كده ومقالات لا هنا هقول له تمام هنزل تحت بعد كده عندك هنا لو انت بقى هتربط الموقع هنا او الاداة زي ما قلت لك في بداية الفيديو خالص في المقدمة ان انت تقدر تربط الموقع هنا بموقعك على وتبدأ تنشر المقال بشكل تلقائي او ان انت تنسخ المقال عادي زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي كل حاجة هنا طبعا لو عايز تربط الموقع هنا او الاداة بتضغط هنا على الكلمة دي كده وتضغط على وعلى طول بتربط هنا الويبسايت بتاعك على طيب بعد كده عندك هنا اللينكات الخارجية اللي هيستشد بها الزكاء الاصطناعي وهو بيكتب المقال عايزها تظهر ولا مش عايزها تظهر فانا هقول له هنا تظهر اوتوماتيك كده بعد كده هحدد له اللينكات اللي تظهر قد ايه. مسلا ممكن اختار من تلاتة لاربعة او من واحد لاتنين هختار من تلاتة الاربعة كويس جدا. بعد كده هنا المكان بتاع اللينكات كات دي عايزو كن فين اعلى المقال او في نص المقال او اسفل المقال اختار اسفل المقال بعد كده هتلاقي عندك هنا دي هتسيبها هي ازاي ما هي وهنا برضو هسيبها نوفول وهنا لو انت عايز تستبعد اي عنوين مش عايزة تحط اي عنوين يو ار ال مش عايزة تحط في المقال بتستبعدها بتكتبها هنا في المكان ده بتكتبها للزكاة الاصطناعي وهو بيستبعدها على طول بعد كده عندك هنا اللي هي الاستشهاد بتاع الزكاة الاصطناعي او المصادر اللي بيجيب لك منها المقال طبعا بتبدأ ان انت تشوفها من هنا هنحدد له كده من هنا يس طبعا احنا عايزينه يستشهد بالديبويب اللي هو السيرش العميق طيب بعد كده بتحدد له من هنا يس بعد كده هنا هنبدأ ان نحدد له من هنا عايزة تظهر في شكل او عايزة لينك نيم فانا هختارها لينك نيم كويس بعد كده الحاجات دي كلها برضو هنسيبها زي ما هي وهنا عندك طبعا لو عايز الزكاة الاصطناعي يديك هنا مسلا بوست على تويتر او بوست على لينك دي او بوست على الفيسبوك المقالة تكون في شكل بوست على الفيسبوك هورديك برضو لو احنا مسلا عايزين حاجة زي كده او في شكل ايميل او في شكل مسلا رسالة على الواتساب فانا هختار مسلا الفيسبوك بعد كده هتنزل تحت طبعا هنا لها علاقة كلها بالربط بالورد بريس هنا عندك هتبدأ ان انت تحدد له من هنا على العلامة دي عشان تشوف دلوقتي العنوين بتاعت المقال بتاعتك هتضغط دلوقتي هنا كده على كلمة ماجيك هيبدأ يحمل دلوقتي معك ويجيب لك العنوين بتاعت المقال بتاعتك كلها هنشوفها مع بعض دلوقتي وتقدر تراجع العنوين كلها اللي هي وتقدر تغير كمان زي ما انت عايز او تعدل اي حاجة انت عايزها في عنوين المقال انت عايزها تظهر الاول او التاني او التالت زي ما انت عايز زي ما انت عايز زي ما انت شايف عندي هنا جايب لي افضل طرق التسويق اللي النجاح بعد كده جايب لي العنوان التاني ما هو التسويق اللي الكتروني العنوان التاني برضو اهمية التسويق للشركات لشركات استراتيجيات التسويق اللي الناجح وزي ما انترى كده وهكذا جايب لي لي هنا طبعا العنوان دي اهميتها كبيرة جداً في تصدر المقال بتاعك محركات البحس وان هو يكون متوافق معierة طيب خلاصنا كده كل حاجة هنا خلاص هننزل مع بعض تحت هنا. خلاص كده ما عندناش اي حاجة تانية هنطلع فوق. هتبدأ دلوقتي أن انت تضغط على كلمة رن بعد ما ادينا كل آوامر للزكاء الاصطناعي. هضغط دلوقتي على كلمة رن عشان يبدأ دلوقتي يكتب معي المقال زي ما انت شايف هنا بيحمل. هنستنى مع بعض كده لحد ما يخلص تحميل ونشوف مع بعض دلوقتي المقال قدامنا وبعد ما خلص تحميل كده معي زي ما هم شايفين اقدر دلوقتي ان انا نشوف المقال. هضغط عليه ضغطة كده. هيفتح معي بالشكل يلي انتو شايفينه ده العنوان طبعا جايلي هنا افضل طرق التسويق الالكتروني للنجاح هنا جايب لك اهو السؤال اول حاجة اللي انا حددته هل تسألت يوما لماذا تفشل بعض الشركات في التسويق الالكتروني حاجة يعني احترافية انت هتقرى دلوقتي وهتشوف وزي ما قلت لك هتجرب وهتشوف بنفسك ان انت هتقرى هتحس ان انسان هو اللي كاتب المقال وحاجة بجد جدا احترافية هتخليك تستغرب من اللي انت هتشوفه من الصور ومن كل حاجة هتشوفها في المقال طبعا انا جايب لك عدد الكلمات اللي موجودة الف تسعمية تمانية وسبعين كلمة طبعا المقال بيحتوي على الكلمات دي العدد ده هننزل مع بعض تحت هنا جايب لك صورة زي ما انت شايف شكلها جميل جدا بعد كده هنجيب لك العنوان التاني وجايب لك هنا زي ما انت شايف برضو اه هنا عندنا فيديو زي ما قلت له طبعا ان هو هيستشهد بفيديوهات هننزل مع بعض هنا جايب لنا عنوان برضو تاني وصور موجودة عندنا هنا. هنا برضو زي ما انا قلت له هيحطيلي جداول. حطيلي فعلا جداول. طبعا دي كلها حاجات بتساعد القارئ. بتسهل على القارئ ان هو يقرأ المقال ويستفد منه بشكل افضل. وطبعا برضو بتساعد وبتسهل محركات البحث ان هم هيارشفوا المقال بتاعك ويتصدر محركات البحث بكل سهولة. عندنا هنا برضو فيديو تاني. بعد كده هننزل تحت هنا برضو عندنا عنوين. وفي جداول تانية زي ما انت شايف كده. كل حاجة موجودة وعندنا قوائم زي ما قلت له. كل حاجة موجودة هنا جيب لك طبعا اللينكات اللي انا قلت له عليها لو عايز بعيدها بتخفيها من هنا. بتقدر ان انت تتحكم فيها من المكان ده. تزهرها او تخفيها زي ما انت عايز. طيب خلصنا كده المقال مع بعض. طبعا هتلاقي عندك فوق. ان انت تقدر تتحكم في نشر المقال تلكقائي. من هنا كده بتنشره على طول على لو انت ربط بتاعك الموكب بتاعك على ورد بريس. عندك شفرة عندك تقدر تعمل له الكوبي من هنا. عندك هنا برضو تقدر تعمل له لو ضغطنا على بيجيب لك المقال وتقدر ان انت تتحكم فيه زي ما انت عايز تغير اي حاجة فيه براحتك جدا. هنرجع مع بعض وره تاني. نشوف مع بعض باقي الحاجات. طبعا لو ضغطنا هنا كده. بيبدأ ان هو يجيب لك المقال في شكل هنا على الفيسبوك. بتاخد المقال من هنا تضغط على كلمة كوبي. وتروع عندك على طول على الصفحة بتاعتك على الفيسبوك او حسابك على الفيسبوك. وتبدأ ان انت تعمل هناك للمقال المصغر اللي انت شايفه ده. يعني حاجة احترافية جدا زي ما قلت لك. طيب خلاص كده تعرفنا على كل حاجة موجودة هنا. نرجع تاني وراء هنتعرف مع بعض زي ما قلت لك على الاداية بتاعة دي حاجة مهمة جدا. لو دخلنا عليها كده من هنا بتبدأ ان انت تضغط هنا وتبدأ ان انت تضغط له هنا لو عايز تحط حاجة تاخدها كوبي من عندك من مقال قديم لو انت مثلا عندك مدونة او موقع وكاتب مقالات قبل كده وعايز تعرف في الزكاية الاصطناعي. الطريقة اللي يمشي بيها في كتابة المقالات اللي هي الطريقة بتاعتك بالزبط اللي يمشي بيها في كتابة المقالات اللي انت بتقول له عليه هنا فانت بتروح تجيب مقال عندك مكتوب قبل كده تاخده كوبي بالكامل وتيجي تحطه في المكان ده وتضغط على الكلمة دي بتعرف في الزكاة الاصطنعي ان هو يكتب المقرات الجاية بنفس الطريقة بتاعتك بالزبط او لو مثلا عندك ملف BDFكاتب فيه كلام انت بطريئتك وعايز برضو تعرف الزكاة الاصطنعية الطريقة بتاعتك برضو بتجيب ملف BDF ترفعوه له في المكان ده من هنا وتبدأ برضو ان انت تعرف الزكاة الاصطنعية الطريقة بتاعتك. طيب هندخل مع بعض بعد كده هنا على هندخل مع بعض كده هنا ونشوف دلوقتي ازاي بنعمل حاجة زي كده. هنحدد اول حاجة من هنا اللغة. هحدد كده اللغة العربية. وهنا هقول له الكلمة الرئيسية بتاعة المقال عشان يبدأ يعمل دلوقتي عملية وهنشوف مع بعض المقالات اللي هيكتبها لي قد ايه دلوقتي. من خلال بس ان انا بكتب له حاجة صغيرة جدا هقول له دلوقتي ان انا عايز عن التسويق الالكتروني. الكلمة الرئيسية. زي ما انت شايف كتبت له دلوقتي هنا التسويق الإلكتروني. هضغط دلوقتي على وهنشوف مع بعض دلوقتي المقالات اللي هيجبها لي زي ما انت شايف عندي هنا اهو كلمات رئيسية. انا كتبت له التسويت الإلكتروني هو يشوف دلوقتي الكلمات اللي اليها علاقة. بالكلمة الرئيسية اللي انا كتبتها. قدي ده كده عندي مقال اولان. مقال تاني السراؘيجيات التسويق الرقمي. تحسين محركات البحث. كلمات مفتاحية. خدمات. تحليلات الويب. زي ما انت شايف 11 مقال جايبوا لي 11 كلمة رئيسية هضغط دلوقتي هنا على generate title عشان يبدأ يجيب لي العنوين بتاعت المقالات دي العنوين بتاعت الكلمات الرئيسية اللي هنا هنشوف مع بعضي أول عنوان أساسيات التسويق الإلكتروني دليلك للنجاح أهم السراتيجيات التسويق الرقمي لنجاح الأعمال نصائح لتحسين محركات البحث وزيادة الظهور زي ما انت شايف هو بيعمل لي generate دلوقتي لكل العنوين اللي موجودة هنا اللي قدامها طبعا الكلمات الرئيسية اللي هو كتبها لي كده دلوقتي أنا معي 11 مقال بداخل الضرار واحدة هيبدأ ان هو يكتبه لي دلوقتي بدون اي تدخل مني خلاص كده خلص العنوين كلها بتاعت المقالات هنا طبعا هبدأ ان انا اقول له generate للكلمات المفتاحية هنشوف مع بعض كده هيبدأ يجيب لي كلمات مفتاحية لكل برضو مقال زي ما انت شايف كل دي كلمات مفتاحية هيبدأ يجيبها لي وبعد ما خلص لي كده الكلمات المفتاحية بتوعي 11 مقال هطلع فوق اعمله برضو هنا generate للاوتلاين اللي هي العنوين اللي موجودة داخل المقال نفسه هنشوف مع بعض كده هيبدأ برضو يعمل هالي كلها في المكان ده زي ما انت شايف وبعد ما خلص لي كده العنوين كلها اللي موجودة بتاعت 11 مقال اللي هو جايبه لي هنزل تحت طبعا اعمل او الاعدادات اللي موجودة هنا زي ما عملناها من شوية وبعد ما بتخلص كل الاعدادات اللي موجودة تحت هنطلع مع بعض فوق وتضغط دلوقتي على كلمة وهيبدأ كده هو دلوقتي يكتب لك ال 11 مقال زي ما انت ما قلت له بالزبط هضغط دلوقتي على كلمة وهيبدأ طبعا يحمل معي زي ما انت شايف كده هيحمل معي ال 11 مقال بس سعلم نتعرف مع بعض دلوقتي على البقات اللي موجودة في الموقع عشان تقدر تستخدمه زي ما انت شايف عندك هنا الخطة الخطة المجانية هنا عندك فيها هنا خمس مقالات وبيديك 25000 كلمة بعد كده عندك الخطة اللي بعدها ده سعرها وهنا عندك فيها خمسين مقال وهنا عندك عدد غير محدود من الكلمات والباقة التالتة عندك فيها ميتين وخمسين مقال وعندك برضو هنا عدد غير محدود من الكلمات اللي بتقدر تستخدمها طبعا في المقالات لو عايز تشترك في اي باقة من الباقات اللي موجودة هنا هكون سهيب لك كوت خاص من اللي يزهر قدامك على الشاشة ده صابر خمسة وعشرين الكود ده هتكتبه قبل ما تشتري اي باقة من الباقات اللي موجودة هنا هيتديك خصم خمسة وعشرين في المية وبرده هكون سهيب لك الكود ده في وصف الفيديو تحت رابط الموقع على طول وعايز اوضح لك نقطة مهمة جدا قبل ما نهي معاك الفيديو ان من اهم طرق الربح من الانترنت هي التدوين ان انت يكون عندك مدونة او يكون عندك موقع وتبدأ تنشر عليها مقالات وتحط طبعا اعلانات جوجل ادسنس عن طريق شركة جوجل ادسنس وبيجي لك طبعا ربح كويس جدا ودي من اهم الطرق الربح السلبي اللي اتكلمت عليها عندي على القناة واكون سيب لك برضو فيديو في الوصف بيشرح لك الموضوع ده بالتفصيل لو انت حبيب تبدأ فيه او لو انت بدي قبل كده فانت الاداء او الموقع ده هيساعدك جدا وهيفرق معاك كمان في تصدر محركات البحث وبس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو وفي نهاية الفيديو انا متمنى الخير والتوفير للجميع وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد